السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة موعدنا مع حل التدريبات على الاسم المقصور سواء في حالة التسنية أو الجمعة جمع سالم ابتدي على طول بالأسئلة بتاعتنا واختياراتنا بسم الله الرحمن الرحيم أول سؤال عندي استندت على عصى استندت على عصى وحطت خط تحت عصى وطالب مسنى هذه الكلمة طبعا أنا عندي كلمة عصى أخيرها ألف والألف هنا ثلاثية والألف سماوية وقفة على السطر يعني يبقى أصلها واو يبقى استندت على تمزبوط عصوين اللي هي رقم دال عندي بعد كده جمع كلمة أدنى أدنى الألف هنا فيها رابعة فالألف بتحزف في جمع المذكر السالم ومنعوض أو منحط واو نون ومنترك فتحة فيبقى الاختيار أدنى الأخير وصلنا كلمة رضا برضو رضا كلمة الألف فيها قائمة على السطر يبقى أصلها واو يبقى رضوان اللي هي رقم دال عندي بعد كده رقم أربعة شاهدت الفتيات طبعا الفتيات جمع مؤنس يبقى لما هختار هختار جمع كلمة عليا عليا الألف فيها رابعة وفيها يأبلها فهتحول إلى يأبب أيضا فتبقى شاهدت الفتيات العليا يات رقم دال عند رقم خمسة أنت الأعلى شأنا أنت الأعلى شأنا عند تحويل الجملة للمسنة المؤنس هنقول لهم إيه هنقول لهم أنتما طبعا الأعلى مش هسبها زي ما هي كده هخليها معنس فخليها العليا فأقول أنتما العلياين شأنا أنتما العلياين شأنا اللي هي رقم باء رقم ستة ساعة مصطفى إلى أن يحظى بتقدير الناس واحترامه ليس المقصور في الجملة ديت هل ساعة ساعة طبعا ده فعل طبعا إلى حرف ويحظى ده فعل يبقى عندي كلمة مصطفى اللي هي رقم باء عندي بعد كده رقم سبعة يقول تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا هل ما تحتوي خط ده هل اسم مقصور ولا اسم منقوس ولا اسم مدود طبعا ولا واحدة من دول ولا يحيا فعل مضارع رقم دال أنت الأسمة خلقا عشان نحاول الجملة دي لجمع المؤنس أولا هنقول لهم نخطبهم بأنتنة طبعا برضو الأسمة لازم أجمعها على المؤنس بتاعها يعني هخليها الأول السمياء واجمعها على الشكل ده فهتبقى أنتنة السمياءات خلقا اللي هي رقم جيم رقم تسعة أساعد نقط لفقره وحاجته إلى المساعدة مطلوب مني أن أنا أحط اسم مقصور مناسب طبعا لا هذا تنفع ولا أبا بكر ولا زا هي كلمة زكريا رقم عشرة زرت دولتين زرت دولتين هنقوله زرت دولتين مزبوط معايا كبريين لرقم دال رقم حداشر بقول لي الجمل آتية كلها خطأ معادا الجملة الأولانية بيقول لي أنتم الأعليين قدرا وبه بيقول لي أنتم الأعليون قدرا ورقم جيم أنتم الأعليون قدرا ورقم دال أنتم الأعليون قدرا بيقول لي أنهم كلهم خطأ إلا رقم دال اللي أنتم الأعليون قدرا هي الجملة الصحيح رقم 12 بيقول لي أنتم الأعليان وستصبحان أنتم الأعليان وستصبحان خلي بالك تصبحان قال لي في الاسنين هي اسم تصبح يبقى اللي جاي بعدها الخبر يبقى الأرقيان ما تنفعش ولا الرقيان ولا الأرقيون أصلا يعني بالأعراب حتى يبقى وسطصبحان الأرقيين اللي رقم باقي رقم 13 هذا هو الأدنى منزلة وهذا هو الأدنى منزلة أن تتحويل الجملة للمسنة المؤنس تكون أولا المؤنس يبقى هذان ما تنفعش يبقى ألف به طارت معايف الاختيارات هتبقى هاتان هل ينفع أسني الأدنى على الوضع اللي هي فيه لا يجب أخليها الأول مؤنس تبقى الدنيا وسني على كلمة الدنيا اللي هي الدنيايان يبقى الاختيار رقم دال عندي 14 الوالدان ينشئان الأبناء تنشئة مثلى أعرف كلمة مثلى تنشئة مثلى هو نعت ينشئان تنشئة ده مفهول مطلق يبقى نعت منصوب طب فتحة ظاهرة لا فتحة مقدرة طبعا فتحة مقدرة اللي هو رقم ألف 15 كرم العميد الباحثة المثالية نقط على مستوى الكلية عايز اسم مقصور هل أقول الأفضل طبعا لا باحثة دي مؤنس يبقى الفضلة هي ديت لأن فيها ألف ولام يبقى مطابقة للكلمة اللي قبلها اللي هو المفضل الباحثة عندي بعد كده ينال المتفوق الدرجات نقط عايزين اسم مقصور برضو مناسب الدرجات دي جمع وجمع مؤنس يبقى الدرجات العليات رقم دال عندي 17 هاتان شجرتان نقط الشجرتان هنقوله شجرتان ايه كبريين اللي هي رقم دال لا طبعا لأن شجرتان دي مرفوعة طب هل هي رقم جيم كبريين مصبوط يبقى هاتان شجرتان كبريين لأنها مرفوعة زيها إنما كبيرتان طبعا وكبيرتان ما تنفعش النيدية مش اسم مقصور أصل رقم 18 يقول تعالى يكاد سنة برقه يذهب بالأبصار عرب سنة يكاد سنة مصبوط اسم يكاد مرفو وعلى مترفه ايه ضم ظاهرة لا طبعا ضم مقدرة يبقى رقم دال يقول تعالى في رقم 19 يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون عرب سكارة وأنتم سكارة أه صحيح وأنتم سكارة على بعضها دية جملة حال وبالمناسبة الواو دي واو الحال لكن أنتم مبتدأ وسكارة خبر مرفوع بالضمة مظبوط المقدرة بعد كده رقم 20 مسنة كلمة مصطفى مصطفى طبعا الألف فيها أكثر من أربع حروف يبقى تقلب يا يبقى مصطفى يان طيب أنا عندي كمان فيه جيم اللي هو مصطفى ياني تنفى أه تنفى التانية والتالتة اللي هي رقم دال رقم 21 يقولوا تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين الاسم مخصور في الجملة طبعا صلاتي لأ نسكي لأ محيايا لأ مماتي لأ يمنفيش ولا أحد لا طبعا عندي الكلمة محيايا محيا ومضافة لياء المتكلم إنما صلاة ونسك وممات مش من الأسماء المخصورة رقم 22 أنتن الطالبات الأفاضل العبارة بها خطأ وصوابه هتبقى أنتن الطالبات إيه بقى الفضليات مصبوط اللي رقم جيم إنها بتجمع على الفضلة 23 غاية الأعداء المسلى تفريق صفنا عراب كلمة المسلى غاية الأعداء غاية غاية المسلى تفريق هل كلمة غاية والأعداء هل دي الخبر بتاعتها يعني لما أنا أقول غاية الأعداء المسلى طبعا فماش خبر وطبعا ماش مبتدأ فهي نعت طب هي نعت المين هل نعت الأعداء ولا نعت الكلمة غاية طبعا الله ينور عليكم هل نعت الكلمة غاية اللي هي المبتدأ طبعا ما تقول لش هنا إن المسلى في أهل فلام غاية نكرة غاية معرفة بالإضافة يبقى غاية الأعداء المسلى ده نعت مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة مصبوط قال الشعر هو ذا الفجر فقومي ننصرف عن ديار ما لنا فيها صديق ما تحته خط هو ذا الفجر يعني هل هو هذا الفجر ولا الذي ولا اسم مقصور ولا اسمها الخمسة هو ذا هو هذا الفجر اسم إشارة قال الشعر في 25 وسميته يحيى ليحيى فلم يكن إلى رض أمر الله منه سبيله ما تحته خط اللي هو يحيى ويحيى يحيى الأولانية طبعا ده الإسم ويحيى التانية اللي هو الفعل يبقى الأولى منها اسم مقصور اللي هو رقم جيم عندي جي عبارة وعايزني أخاطب بيها المسنة والجمع من البدائل اللي بعديها العبارة الأول بتقول متى تكون في خدمة الوطن تصبح الأعلى مكانة عشان نخاطب المسنة هنقول لهم ايه هنقول لهم متى تكون في خدمة الوطن طيب متى تكون ايه تصبح الفكرة بقى في اللي بعديها أنا عايز أخاطب المسنة يبقى حسن كلمة الأعلى تبقى ايه الأعليان لا بس أنا عندي تصبح فالأعلى الأعليان دي المفروض تبقى خبر لتصبح تبقى ايه تصبح الأعليين مكانة يبقى رقم الف طيب لو حابت بقى أخاطب جمع المذكر هنقول لهم ايه هنقول لهم متى تكون تمام يبقى ولتنطار متى تكون في خدمة الوطن تصبح تصبح هل تصبح الأعلى ولا الأعلى تصبح الأعلى مكانة الرقم جيم طيب عشان أخاطب جمع المؤنس أقول له هنقول لهم متى تكون في خدمة الوطن تصبح كل ذا تمام هنقول لهم تصبح هل أجمع على الأعليات طبعا الأعلى العليا أيوة العليا لأن أنا بجمع على المؤنس اللي هو العليا يبقى رقم جيم عندنا في ختام الفقرة هاخد مجموعة من الكلمات واشوف كشفها في المعجم عندي كلمة رضا نكشف عنها في مصبوط رضوة مصطفى في صفية كلمة يضي في ضواء اللي يابه كلمة الأعداء في عدوة الدنيا في دنواء كده نكون الحمد لله أنهينا الفقرة التدريبات لدرس الاسم المقصور أرجو أن تكونوا استفدتم وإن شاء الله بإذن الله مكملين في المنهج لأولى سنوي سواء الحل أو التدريبات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته